موسيقى مثلا بقناة الفاس بريس مساء الخير نوصل هذا المستسدين للطراف مع السنديبات صحابة رياضية محمد الروحلي وهذه الحلقة ستكون مهنية محضرة المشاكل يواجه الصحافي خارج الوطن في تسعينيات قبل الماضي لم يشف عصر الانترنت في عصر الفاكس وما شابه لان سمع محمد مساء الخير ومساء النور ومساء النور طبيعا أنا من الجيل اللي اشتاغل خصوصا في الخارجات والتغطيات الدولية بالفاكس الفاكس مكانش تطور كذلك بالفاكس بشكل اللي كان الان فاكس كتسافت مثلا طرش صفحات رق طرش صفحات كموصلوا ثمانية ومساء النور لا يأتي بشكل اللي كان الصفحات أو صفحات كتنقى في النص لا يوجدك يجب أن تعود وأبدا أدكار بما كان السناغال لا كانت شوق عليها مشكلة في سناغال 2002 كانت سناغال 92 وقد تسافت عن طريق الفاكس ولكن في السودان في رحلة مع الويداد ربما كان أول مرة ربط هاتفي عن طريق الفاكس بين المغرب والسودان كالصبت المراسلة كتبتها بغير تنصفتها لدرجة بأنني قصدت وكالة الأنباء السودانية وساعدوني من بعد السنوات فأخذت الطاكسي ومشيت للوكالة ومراحبا ومع بالرقم لم يونتو لفاكس محاولة كثيرة فقط رحله اتقال حولها لدرجة الحقن من المراسلة يمكن أن يقول لدرجة الحقن من المراسلة كتبات المراسلة هي الوحيد اللي عديه في جيبي اللي عندك هي اللي عديه كمصروف الجيب مصروف الجيب ففكرت أن خلص الفاكس قبل الجيب قبل الجيب ومكتعرف الظروف ما يمكنش تبقى في خارج المغرب ما عندكش فلوس يعني كتعرف الواحد سيتو ما يمكنش يعتمد على جهة أخرى فقلت بي أن من بعد بقى ندائي ما نشتغل بالفاكس قلت بي أن بالنسبة لوسيلة الإعلام ديالك ما كان موج الظروف اللي كتعيش باش كتتنقل باش كتتاكل في ساكن المهم هو المورة السالة أقصد توصل وتنشر وتنشر في الوقت فكذلك أنت كصاحفي كتقول لنا لما خدمتش أنا مجيش ندير السياحة طبعا هذا حال يعني بعد المرة إلي ما قدرتش تسافت فكت مرض لماذا أنا لماذا الخدمة ديني مكتبا فقلت بي أن هذه الظروف كانت معاناة كثيرة ومن الذي يزيد معاناة كذلك الزميل الذي في القسم مفروض أن يكون على دور الدفئة كذلك وهذه أول حاجة يدخل للجالدين ويبحت هذا المبعود للجالدين عشانه نرسل وبعض الأشياء التي كانت نشتغل عليها الوقت الذي يكون شيء واحد معي في القسم اللي بشنبعوت كان قدر بعد معطاية هو اللي غابع ليه لأنه في الظروف ما عرفش راحس اللوان فهنا اللي في المركز قدر قد جيني معطاية خراب قدر نضيفها ليه في القرص تسارع على الوقت تسارع مع المركز أخبرنا أنه مقالك شيء ممشكلة في القاهرة في 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 أخبرنا 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 أن أخبرنا أخبرنا لأن أخبرنا أن وكأن هذه العملية تدار فيها البطء وكذلك يساهم أن الجريدة تدار توقيتها بوكلاج توقيت وكذلك الرقاة كانت باقي تسيزة فقلت بأن مراسلة أحدنا رصيفتها بعد ذلك تصل بي في الجريدة في الفيكس يقول لي برأة باقي كنت سنة وصحي وكذلك رصيفت المرسلة وكذلك تأكد أن أخطأ باقي 30-80-80 وكذلك كان محفوظ بأيان فهو في العظمية 30-80 لم يقدر شيء راقم أخر وكذلك كان يقول لي أن أعطينا الورقة الروسية وكذلك لم أعطي لها وكذلك تأكد أن نقلبه وكذلك خطأ فقعت لي معه مشكلة وكذلك قال لي أنصيفتك المرسلة وكذلك لنفقتك رغم أنه أخطأ وكذلك تخلص وكذلك كان أقل في سيدنة 2000 وكذلك هناك خطأ وكذلك وكذلك ولكن أساعد أخطأ وكذلك بفاكر وكذلك شخص وكذلك يไป على المرسلة فإن كان هناك خطأ وضع وكذلك خطأ في الخطأي، فإن مرتفق كان مشكل كذلك في هذه الدورة أولاً كانت ديكال لش دورها كانت ديكال فرق الزماني 11 ساعة يوم فالساميل اللي مكانش على الدورة الدفاع كان وجري التحييب هذه الملاسبة كان الفروض أنه يدخل يشوفر المراسلة يشوفر صفحاته كاملين فلي كانت تصل بيك تاني بلا كارت نشري الكارت قاله شتي الفاكس آه سفتي ماهيش هاتشنا معاش تناشد الليل وبقى اللي تساعة ديال سيدني وكي تخصني ساعتين باش ترجع في الأنافات آخر طوبيس باش ترجع فيه في محلة السكنة محلة السكنة مناسبة رأي كان واحد والد درب عبد الرحمن غاشي اللي كان وجر له مناسبة تحيي اللي قدر رجعو له في حلقة أخرى لأنك تقول استعدوا في الدار سمو حبدا عدين رجوم في حلقات القادمة في إطار هاد المشاكين اللي كتوقع اللي وقعت لك انت مرأسين كمبعود صحفي هادوك المواطنين للمغاربة اللي كتلقى منهم واحد المساعدة كتير 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 لأنهم حققا كتلقوا واحد إنسانية واحد افتقار كيف تقربك كيف يرهن إشارة ديالك كالك يعطيك دارو كالك يعطيك وسيلة نقل دياله كيف يرهن إشارتك طيلة المقام ديالك بحقا وفي حقا وفي طرح تفع على مستوى اللغة اللغة كالك يترجم لنا قلت رأي كل المواطنين المغربي اللي كنا تلقينا اللي كنا تلقينا اللي تلقينا اللي توجه للمونا التحية إليك أن بقف على قيد الحياة فقلت بأنها دائما مساعدت يعني في المستوى العالي وكساعدت شكراً وكالوعد ومتابعي قناة الفسبرس ما زال ما زال ميدغال ما زال نواديل وما زال الطرائف ما زال دوراتك أصل العالم ودورات الألعاب الأوليبية والتينيس والألعاب القوى وقلنا يدعوكم وقلت ضربوا مواعيد بحقنا القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة